اشتركوا في القناة كما تم تبادل وجهة النظار تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقار الإقليمي والحرب على قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهل القطاع وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة وثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية